حلقتنا بإلايف مخصصة كلها اليوم للموسيقى وحتى بفقرة نيتشر رح نحكي عن الطبيعة والموسيقى الطبيعة بأعمال الأخوين الرحباني ومعنى المهندس الزراعي إلي زيادة موجور إلي موجور إلي كيف فك يعني الطبيعة هي بحد زيتها هي يمكن أحلى موسيقى والصمت اللي موجود بالطبيعة هو كمان نوع من أنواع الموسيقى يلي هي علاج لكثير من الناس ولا كثير من الأشياء وكمان لحظنا وشهدنا بأعمال الأخوين الرحلين الرحباني إنه الموسيقى كثير دخل فيها مصطلحات عن الطبيعة وكثير كانوا قراب من الطبيعة بأعمالهم كيف فينا نفسر هيدا الشيء مية بالمية اليوم حلقتنا مخصصة تحية للأخوين الرحباني بذكرى رحيل عاصر الرحباني اللي رحل مثل اليوم واليوم كمان بيصادف عيد الموسيقى صحيح فاليوم تحيتنا هي لعاصر وللأخوين الرحباني اللي وقعوا سوا أعمالهم بفرد اسم وخصصوا أعمالهم كلها للبنان صنعوا هوية لبنانية صنعوا هوية للفن اللبناني للمسرح للأغاني اللبنانية جبروا العالم أنه يتطلع على لبنان هيدا مسرحهم هيدا فنهم هيدا غنياتهم أكيد وقعوا هالأعمال مع فيروز مع نصر شمس الدين مع صباح وكل العالم يلي كانوا أوفية لأسيميون طبيعة شغلت حيز كتير كبير من أعمالهم كيف حبوا الطبيعة كيف فوتوا الطبيعة على أعمالهم النبات الحيوانات العصافير كل هول القصص أول شي خلينا نقول أنه هنه ولاد أنتلياس عاصر رحباني وعنصوري رحباني ولدوا بأنتلياس بالعشرينيات تقريبا فأنتلياس كانت ضايعة بوقتها كان في شسورة كان في ماء كان في طبيعة كان في أحراش فبلشوا يتعلموا حب الطبيعة من هون وكانوا حشرين يعني كانوا يسألوا عن كل شي كانوا يسألوا جدودهم بيهم كل ما يشوفوا شي يسألوا وبلشوا يكونوا هيدا الفكر وهيدا الزكرة شوي شوي إضافة لصيفياتهم ومدرساتهم بيجرود المتن يعني بكفية دهور الشوار المياسة هول تضيع الحلوين بولونيا لعبوا كمان دور إضافة بيحبهم للطبيعة حتى شخصيات سبع ومخهول موجودين بمسرحياتهم هن شخصيات حقيقية بيقولولك إنه كانوا يشوفون ومن وقتها بلشوا يكونوا هيدا الشي يعني هنحنا بأعمالهم كان أكتريتها كانت مواجهة بالضايعة كانت يعني مسرحياتهم أو أغنيون كانت كلها عن الضايعة حتى يعني لأواخر الستينات اللي بلشوا شوي يدخلوا المدينة بأعمالهم مزبوط القرية نوعا ما شغلت لأنه هيدا هو اللي شفوه صحيح هيدا الطبيعة اللي فيها والشي الحلو كيف فوتوا الطبيعة ليشغلوا الحواس كلها يعني إذا اليوم المستمع أو اللي قاعد عم يحضر المسرحية بالحوار اللي عملوه بالموسيقى بالمفردات اللبنانية اللي استعملوها بيحس الواحد حاله إنه هو موجود بهالمنظر بيستحضروا الطبيعة مطرح ما يكون موجود إذا عم نسمع اليوم غنية لفايروز اليوم يعني أكتر من 99% من الأغاني ومن المسرحيات دايما فيها مصطلحات عن الطبيعة دايما فيها المزارعين موجودين إذا بنا نبلش شوي بأول هون عمش أكيد عاصي كان زوجة لفايروز إذا بنا نبلش بأول عنوان بأول كمان عاصي كان عاصي ببزو بيّن ببنت الحارس وبسفر برلك كعملين كممثل سمعنا صوته بمطارح كتير منصور خيّو بيّن أكتر بالتمثيل أكيد هو والده للموسيقار زيادة رحبيني فكمان عم نشوف الأخوين هؤلاء المطارح اللي عاشوا فيها يعني لك أدى حلوة لك أدى فيها طبيعة لك أدى فيها أصص إذا بنا نبلش بأول عنوان نبلش مع عاصي عاصي نسمع صوته بمسرحية موسم العز اللي نعرضت ببعلبك مع صباح ووديع الصافة بآخر المسرحية قبل أغنية الأوي لبنان بيقلا بيوصيها لابنته أكيد صوته كان موجود عم بيوصيها رب أولادك وزراعيهم بالوعر أرزوا سنديان يعني تخيالي نقا الأرز اللي هي رمز لبنان والسنديان اللي هي أكتر شجرة موجودة بالأحراش هذا بيدل عن المام قالها زراعيهم بالوعر شو هو الوعر؟ هي الأراضي اللي ما فينا نوصلها الأراضي الصعبة اللي ما بيقدر يطلع فيها غير أرزوا سنديان وأكيد أشجار تانية وقال لبعض الله يعبدوا لبنان يعني قداش هالتشبيه حلوة قداش هذه الصورة الحلوة قداش عن جد استعمل شجرتان كتير كتير مميزين شجرتان بيرمزوا للصمود وللقوة وللمواجهة يعني وحدة منهم هي رمز بالعالم اللبناني والتانية هي أكتر شجرة حرجية موجودة وعن جد بيطلعوا بمطارح كتير صعبة وبيقدروا يقوموا هيدا عم بيخبر عم بيقله أن أولادك لو قد ما يقطع كأنه كان شايف شو عم بيصير قد ما يقطع عليهم خليهم مثل الأرز والسنديان يثبتوا بالأراضي الوعرة باللبنان تاني تاني اكزامبل أخدناه هو من مسرحية مايسريم هي غنيت ستة يا ستة طبعا فيروز اللي عن جد اللي قاعد بيشغل الحواس الخمسة يعني عم بتقلها اشتقتلك يا ستة عم بتقلها صوتك بعيد جاي من الكروم جاي من التفاح يعني هون عم نشوف العنب عم نشوف التفاح صوتك حامل شمس وفاي عم نحس يعني عم نحس بالدفع عم نحس بالشمس عم نحس بالبرود لون التين والزيتون كمان حسة النظر وريحة الطيون الطيون هي الشتلة اللي عم نشوفها اللي حيالله حدا مننا اليوم مرق بالحرش بيقدر يشم ويحطها وبيقدر يبدبق شوي فتخيالي أنه بهيدا المنظر هي وفيروز عم بتغني الواحد بيقدر يلمس ويشوف ويسمع ويحس استعملنا الحواس الخمسة مية بالمية وبنفس الوقت يعني شبهناها بقشة موجودة بالطبيعة اللبنانية بالأخص اكزاكت اللي مية بالمية تالت عنوان هو من قيام فخر الدين هذه المسرحية كتير مهمة وكتير وطنية واستعمل كتير فيها عاصي ومنصور المصطلحات أكيد من بعد بي راح مع العسكر الأغنية الشهيرة عنا راجع بصوات البلابل البلبل كلهم نعرفوه بغناني الحصدين يعني هون عم بيخبر أنه الانتصار والمجيء طبعا فخر الدين مع الربيع ريفقوا مع الربيع البلابل بترجع مع الربيع الحصدين بتغني هي وعم تحصد بالربيع وبالصيف عطراف المعاول من مزارع الحطبين يعني هون عنا مشهد الربيع اللي بيريفق الانتصار والحياة الجديدة مية بالمية وعودة فخر الدين كمان هون العنوان الثاني كمان من فخر الدين هون عنا مشهد الخريف يعني هون فيروز عم بتغني أو عطر الليل عم بتغني بطريقة شوية فيها شجن غرب الحسون والتنبق والزنبق تكي يعني الحسون غرب راح على الغرب إجا الخريف فلوا العصافير المهاجرة اللي ما بقى فيها تعيش بالسقعة الزنبق تكي ما بقى عنا زهر زنبق وتشرين عم يجمع الزهر الليلكي إذا منطلع على الصورة منفكر إنو تشرين إجت السقعة ما بقى عنا زهر بالطبيعة إذا منطلع على الزهرة اللي على شمال يفكروها إذا ماشيين هلأ بالطبيعة بتشرين وتشرين وكنون يفكروها العالم إنو هي زعفران هي الزهرة الليلكي اللي عنيوها الأخوان رحباني هي لكل شيكم أو منسميها في كتار بيسموها زعفران وتشيزنات هيدا هي أصدن تشرين عم يجمع الزهر الليلكي قدى كان فيه إلمام قدى كانوا يشوفوا تعابير يعني عن جد قدى كان فيه عمق فيهم وقدى يعني هالفطرة اللي عندهم إياها كان أخوان الرحباني بتركيب هالأفكار مع بعضها صحيح وبتشبيهها بالطبيعة يعني الأدب طبعهم قدى فات وتغلغل بالطبيعة صحيح قدى هالشي عن جد حلو وما بيموت أبدا فيه إلمام فيه سقافة يعني مش صف كلام بس كانوا يعرفوا شو بدون يكتبوا كمان رح نشوف من فخر الدين أخر شيء أخر أخر مطال اللي هو كتير حلو عن الخيانة بيقول كل اللي بيتراجع وكل اللي بيخون بيكون ملعون بيبس مثل التيني اللي واحدة بالجرد اللي حارقها البرد هون بيحزن مثل السرو أداء تشبيه قوي السرو هي رمز النواح والنعوة والبكة اللي بتنزرع على المدافن بيحزن مثل السرو الخاين وبيبكي مثل الصفصاف الصورة اللي على الشمال الصفصاف المستحية أو مسمية حتى بالإنجليش يعني أداء تشبيه قوي لأنه وراء نزلين أداء قريبة على الطبيعة هالتشبيه أداء فرجانة عن جد أداء ملعون الخاين أيضا القسم الشهير طبعا فخر الدين نرجح هون بنوصل على شيء كتير حلو من بعده بخص نصري شمس الدين بناس من وراء نصري اللي رفاقهم تقريبا بكل أعمالهم هون حبوا يعملوا له الأخوين لفتة وفا فلما بيكون عم يحسب الأصوات بقرر رئيس الفرق يترشع على الانتخابات فهو عم بيعد الأصوات بيحكي عن جون جون هي بالأصل ما سأت راسه لنصري شمس الدين يعني هو من ضايع الجون ضايعها كتير حلوة بيشوف ومشهورة كتير بالزيت والزيتون من أكتر الضيع اللي بتنتج زيت وزيتون بلبنان فبيقول جون جون بلدي جون بيردوا عليه جون بتعطيك زيت وزيتون فبيقل لهم بلد الحبايب ربينا بفياتك وقطفنا زيتوناتك فكانت لفتة كتير حلوة تجاه نصري شمس الدين بتخص الطبيعة والزراعة كمان اللي رح نشوفه المشهد بعدين هو لصباح من موسم العز كمان هون بلشوا يحكوا عن الزعرور الزعرور حكيوا عننا كتير هي شجرة لبنانية حرجية كتير ما رأيت بي أعمال بتتاكل فويكة تبعها وربطوها بالطير هون كان في لفتة حلوة لصباح لما غنت بموسم العز يا طير الزعرورة ودي له هالصورة اللو بالقفص على العين على الآن الشحرورة يعني هيدا اللقب تبعها تخيالي أدي حلو كمان هون الزعرور قطعت بمشهد تاني المشهد الشهيب من بيع الخواتم طل الصياد لما بيقول نصري شمس الدين وحيات عينك يا صورة قلبي نويلك بدي شوف لك شي زعرورة فيها فيها أصليلك كمان هون في ربط بين الطير الدالة عليقة قوية بين الطير والزعرور لأن الزعرورة أوقات بيبقى للخريف عاطي السمر طبعه ليغزة طيور يلي بعدها يلي بعدها بالجرد يعني أدي كان فيه ثقافة بالأمور الطبيعة والزراعة والمواسم حتى تحت لقدروا يفوتون على أغنيهم وعلى أغنيهم مية بالمية كانوا يدرسوا كل سيزن كل فصل كل شغلة وأكيد عنا الغنية الشهيرة طبعا فيروز من الخمسينات هيك مشق الزعرورة مشق يعني أطف الزعرورة عاصف السرى بمقابلة بالتسعة وخمسين بيقول بوقتها أنه مشق هي أطف الزعرورة هون عم بيشبهوا شوي أدي أطف الزعرور ناعم مثل هيك بتمشي الأمورة يعني فيه تشبيه عطول فيه تشبيه فيه صور فيه سينيري باللي عم يحكوا هون من بعدها منوصل على مسرحية يعيش يعيش اللي أنا بعتبرها يمكن أهم مسرحية لقلهم واللي من شايفوا فيها كتير المستقبل لما الإمبراطور بيهرب بيصير علاق إليه بيطلبوا منه يحلق دقنه بيقول لهم طب كيف يحلق دقنه بيقول لهم المستشار طبعه المهم يسلم رأس الإمبراطور وما تعتلهم لحيتك بعدين بترجع بتطلع وبتفيه على الدولة مثل شجر الكفور شجر الكفور هو اللي عم نشوفه هون هي منى شجرة لبنانية مزروعة من عائلة الأفوكا والغار مثل ما شايفين بتفيه بتهدل فشبهوا أنه لحيتك بعدين رح ترجع تطلع وتفيه مثل شجر الكفور و رح تكبر كتير مثل الشجرة المشهد اللي بعدها كمان من يعيش يعيش هون كتير مهم لما الإمبراطور المتخبل المتنكر برهوم بيسأل فيروز بيقول له مين بترشحه إنه يصير الإمبراطور بتقول له جدة بيلاقف كيف جدة بتقول له هون بمقطع كبير إنه جدة مش مثلنا جدة معاصر الطبيعة مصاحب الطبيعة مش مثلنا بيقرأ بالكتب بيعرف كيف البدار بيطلع من الأرض جدة بيعرف كيف أيام التيور ومواسم السفر جدة بيعرف لما التلج بيضرب اللوز كيف بيبكوا أصحاب اللوز لأنه اللوز هي أول شجرة بتزهر من بعد الشتوية القاسية فهوقات بيجي التلج وبيضربه وبيروح الموسم فأديها المشهد كمان قوي أديها بيعرفوا بالقصص المشهد اللي بعده كتير حلو من سفر بارلك لما بيكونوا عاملين العرس وعم بتغني فيروز غنيت عنابية بتقول راحت على المزارع فيها الزهر والع بالمزارع من حقلة الزنبق نقلت أمر أزرق دايما منقول أمر هو الكبش الزهر يلي منشيله فهون كان أصدق أكيد يعني شي بيطلع بهالوقت هلأ أنا حطيت صورة الإيريس أو الساوسن اللي كمان بيقلولها زنبق اللي هي محتمل إنها تكون زهرة المقصودة وبيرجع من بعدها وديع الصافة اللي كمان نشتغل مع الأخوين بصهرة حب مرقوا الحصادين مرقوا تيور البرد هون كمان عنا مشهد الخريف رجع والشتوية مرة جديدة في شجن يبسوا وراء التين أكيد التينة بتغير وراءها الغيم تل الجرد عم ينزلوا حساسين يبكوا بيفي الورد لأنه بدون يفلوا ونطورة الياسمين بعدها ما رجعت بعد هون بنوصل على آخر أكزامبل جسر الأمر الأمر بيضوي عن ناس الغنية الحلوة بتقول قالوا لي البلاب الصبحية هالحقول اللي وساع والديني بتساع هون عم بتقلهم إنه الحقول واسعة الديني بتساع تصالحوا مع بعضكم ما لازم بدلكم دايما متخانقين الديني بتساع الكل صحيح وآخر شي من جسر الأمر صوت المعوى الأحلى من رانين السيف هايدي بالآخر عم تقولهم إنه زراعوا أحلى ما تحملوا سيوف بين بعضكم صوت المعوى يعني هالصوت الحلو لما المعوى يدق بالأرض وينكش أحلى بكتير من السيوف يلي بتقتل ويلي بتتخانقوا فيها مع بعض فهيدي اليوم تحييتنا للأخوين الرحباني يعني الأخوين الرحباني عطيوا غنى زيادة للطبيعة واستوحوا من الطبيعة الغنية كمان بأعمالهم نفس الوقت تحتالي يعني تحيية كبيرة لألون لأنه ولروحهم أكيد لأنه عن جد يعني هالثقافة اللبنانية والغنى اللبناني يلي كان موجود بأعمالهم بعده لهلأ بعدنا هلأ يعني أنا بدي هنيك على هالبحث يلي عامله حمزنا نرجع نحضر أعماله نرجع نسمع هالأغاني ونركز أكتر على هالتفاصيل يلي شددنا عليها اليوم لأنه كانت تمرق ومنرددها ع طول هالأغاني بس منذون ما نكونوا مركزين على هالعلاقة الكبيرة بين الأدب والطبيعة مزبوط أنا بس بدي أشكر ناس ساعدوني بهذا البحث حسين لوجين إيمان ريم فادي اللي هني جيل صغير ومولع بالرحابني فكانوا أوقات يفيقوني على قصص اللي أنا زدت هون بوجه لهم تحية كمان وأكيد تحية لروح الأخوين رحبيني وعاصل اليوم هاري اللي رحل فيه طبعا شكرا كتير لألك إليزي ناخد وقفه وننتبه من بعد إليف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر